اشتريت هاي الدرون من سوق البالا بسعر 5000 دينار بس واخذتها فهم يعني لو تشتغل لو ما رح تشتغل فتعالوا خلي نجربها ونشوف شحنت الطيارة بالشاحنة لمدة ربع ساعة والجوستيك لقيته ببطاريات وشغلت الطيارة وشتغلت عندي بالبداية ما شتغلت عندي لما كانت شاحنها والجوستيك ببطاريات فهذا رح نجرب من طيارها وهل بيها خلل او لا بوثنا الطيران هنا شغلت الدرون ودع طيارها بس وقعت بالقلاص فالمهم اشتغلت عندنا الدرون بس لازم اطيارها بمكان مفتوح على مود اطيارة براحتها وانما تروح تروح كتبوا لي رأيكم بالتعليقات وشين رأيكم بسعرها وايضا هاي الطيارة رح اهديها الى شخص منكم وراح اختاره من التعليقات وهذا الشخص اللي فاز بالمسابقة من الاخر فيديو واي شخص يراسني على انستجرام فعاني ارد على جميع الرسائل فاحد الطلاب يجاني وقال لي عبود علي لك تسويلي مشروع حساس الاهتزاز وحساس اللهب قمعت القطع الالكتروني اللي احتاجها بالمشروع استخدمت حساس اللهب وبزر انذار صوتي واهم شي هي لوحة الاردوينو هنا